موسيقى أيها السيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من التلفزيون القومي بجمهورة الصومان الالند أحييكم وأقرأ على حضرتكم النشرة الإخبارية المسائية لهذا اليوم ومن أهم العنوين الرئيسية في هذه النشرة مشاركة عدد كبير من وزراء حكومة الصومال الالند ومندوبي الهيئات العالمية والجمعيات الوطنية في مناسبة الإعلان عن افتتاح مشروع برواغ التنموي بتمويل من البنك الدولية جولة تفقدية يقوم بها محافظ إقليم جيبلي لوكالة المياه الوطنية بالإقليم أيها السادة كانت هذه أهم العنوين ولحضرتكم النشرة مفصلة شاركة اليوم كل من وزير وزارة المالية بجمهورة الصومان الالند وبرفقته وزير وزارة الثروة الحيوانية والسمكية ووزير وزارة التخطيط ووزير وزارة الثروة المائية والخيرات البحرية ووزير وزارة البيئة والتغييرات المناقية وعدد كبير من المسؤولين بالحكومة ومندوبي الهيئات العالمية في مناسبة أقيمت بالعاصمة هارجيسة هدفت من أجل الإعلان عن افتتاح مشروع برواغ التنموي بتمويل من البنك الدولية عقدت اليوم بالعاصمة هارجيسة مناسبة مواسعة هدفت من أجل الإعلان عن افتتاح مشروع برواغ للتنمية وذلك بتمويل من قبل البنك الدولية حيث شارك بهذا الحفل كل من وزير وزارة المالية ووزير وزارة الثروة الحيوانية ووزير وزارة البيئة والتغييرات المناخية ووزير وزارة التخطيط ووزير وزارة الوارد المائية ووزير وزارة الزراعة وعدد من مندوبي الهيئات العالمية ومسؤول الجمعيات الوطنية بالصمال لند وضيوف شرف آخرون ويهدف هذا المشروع من أجل زيادة المحاصيل الزراعية وتوفيرا لمياه صارحة للشرب وتوفيرا أيضا لمرعا طبيعي للثروة الحيوانية بالوطن هذا وقد تحدث بكلمة بداية من عدد من المسؤولين على إنجاح هذا المشروع وما يعود به من منافع عدة على الوطن وذيادة في حجم المحاصيل الزراعية هذا وقد تحدث بكلمة تباعا كل من وزير وزارة المالية ووزير وزارة الثروة الحيوانية والسمكية ووزير وزارة الزراعة ووزير وزارة الموارد المائية والخيرات البحرية ووزير وزارة البيئة والتغيرات المناخية أشاد جميعهم بأهمية هذا المشروع وفوائده المتعددة الإنسانية منها والزراعية والحيوانية وما سيوفره من احتياجات ضرورية للمواطن الصوماللند ونهضتها وتقدمها وقد أثنوا من خلال حديثهم على جهود البنك الدولي ومساندته الدائمة للصوماللند حتى تصل إلى الاكتفاء الغذائي والمائي هذا وقد أشاد عدد كبير من الحضور لهذه المناسبة بهذا المشروع وما سيقدمه من نهضة حقيقية للوطن شارك اليوم وزير وزارة الصحة بجمهورة الصوماللند وبرفقاته نائب وزير وزارة التعليم والعلوم وعدد كبير من المسؤولين شاركوا في مناسبة أقيمت بفندق المنصور بالعاصمة هرجيسة نظمها معهد التمريض بالصوماللند وهدفت هذه المناسبة من أجل الإعلان عن تخريج دفعة قدرها 74 طالب وطالبة شارك اليوم وزير وزارة الصحة بجمهورة الصوماللند وبرفقاته نائب وزير وزارة التعليم والعلوم وعدد من المسؤولين ومندوب الهيئات العالمية وضيوف شرف عديدون شاركوا في حفل موسع تعليمية نظمته معهد التمريض بالصوماللند وهدف من أجل الإعلان عن تخريج الدفعة الرابعة والعشرون وعددهم 74 طالب وطالبة وفي بداية المناسبة تحدثت بكلمة مديرة المعهد أشادت من خلال حديثها مشيرة إلى المراحل العديدة التي مر بها المعهد والخدمات التعليمية التي قدمها خلال تلك المسيرة وتحدث بكلمة باعا وزير وزارة الصحة أشاد بجهود معهد التمريض تخفيفا عن أعباء المرضى بالوطن كما تحدث بكلمة نائب وزير التعليم هنأ من خلالها الخريجين على جهودهم وتفوقهم كما تم الإعلان عن افتتاح كلية التمريض بجمولة الصوماللند هذا كما تم في هذه المناسبة توزيع شهادات التخرج على الخريجين شارك اليوم محافظ إقليم جبلي وبرفقات عدد من المسؤولين بجولة تفقدية مفاجئة لوكالة مياه مدينة جبلي وهدفت هذه الجولة من أجل التفقد أحوال الوكالة والتعرف على احتياجات المواطنين وسير الأعمال بوكالة المياه قام اليوم محافظ إقليم جبلي وبرفقات عدد من مسؤول الإقليم قاموا بجولة متفرقة ومفاجئة إلى عدد من الهيئات الحكومية من بينها وكالة المياه القومية بعاصمة الإقليم هدفت من أجل الاطلاع على الخدمات التي تقوم بها الوكالة توفيرا لمياه صالحة للشرب بصورة مستمرة هذا وقد استمع محافظ إقليم جبلي لشرح مفصل عن سير الأعمال بوكالة المياه القومية من قبل العاملين بها وفي كلمة لمحافظ الإقليم أعرب من خلالها عن تفاؤلها لما تقدمه وكالة جبلي للمياه القومية تخفيفا عن أعباء المتضررين وتوفيرا لمياه صالحة للشرب عقدت اليوم جلسة مؤسعة بمقر مجلس شيوخ جمهورة الصوماللند بحضور عدد كبير من الأعضاء وبرئاسة الأمين العام للمجلس سعادة سليمان محمود آدم حيث تم خلال جلسة اليوم مناقشة أجندة قانون الثروة المعدنية بصوماللند عقدت اليوم جلسة مؤسعة بمقر مجلس شيوخ جمهورة الصوماللند بحضور عدد كبير من أعضاء المجلس وبرئاسة الأمين العام للمجلس سعادة سليمان محمود آدم حيث تم خلال جلسة اليوم مناقشة أجندة قانون الثروة المعدنية بالوطن حيث أشار عدد من أعضاء المجلس إلى همية الحفاظ على ثروة الوطن المعدنية لحين الاستفادة منها بطرق طبيعية لتعود منافعها على الوطن بأشكال اقتصادية متنوعة كما ناشد مسؤولي وزارة الثروة المعدنية من مغبة ضياع وإهدار هذه الثروات الطبيعية ومشددين على ضرورة معاقبة المستفيدين من هذه الثروات المعدنية بصورة غير شرعية من الوقوع تحت طائلة القانون بسبب إهدار وتهريب هذا الاحتراطي الهائل من الثروات المعدنية التي تمتلكها جمهورة الصوماللند هذا ومن المتوقع متابعة أعضاء مجلس شيوخ جمهورة الصوماللند لجلسات أخرى قادمة لاستكمال مناقشة قانون الثروة المعدنية أيها ست والسادة كان هذا كل ما لدينا من أنباء في هذه النشرة نشكركم على حسن وطيب المتابعة وإلى لقاء آخر يجمع بإننا دنتم بأمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر